بعد أيام من استهداف سد كخوفكا والأضرار الناتجة عنه تتصاعد أعمدة دخان تنذر بمأساة جديدة استهداف جزء من أطول خط أنابيب للأمونيا في العالم بطول 2470 كم في منطقة خاركيف الأوكرانية هذا الخط يمد العالم بالأمونيا الضرورية للزراعة لكنه بمثابة قنبلة موقوتة تزداد المخاوف من التسبب في أضرار يسيمة للناس والبيئة بسبب استهدافه الأمونيا يمكن أن تؤدي إلى فشل الجهاز التنفسي في حال استنشاقها أما في حالة التعرض لها كمركب سائل فستؤدي إلى تآكل الأعضاء التي تتعرض له وعند الانفجار في خط الأنابيب يجب اتخاذ خطوات فورية ومحددة لضمان سلامة الأفراد وتقليل التأثير البيئي وإصلاح الضرر إخلاء المنطقة المجاورة ثم الاستجابة للمواد الخطرة وهذا يحتاج إلى فرق المواد الخطرة المتخصصة للتعامل مع الموقف احتواء التسرب ومنع انتشار الأمونيا قد يشمل ذلك قطع الإمداد إذا كان ذلك آمنا واستخدام تقنيات ومواد محددة للحد من انتشار الغاز قد تحتاج السلطات إلى توسيع منطقة الإخلاء حسب شدة التسرب على المتخصصين تقييم الآثار البيئية الفورية والمحتملة على المدى الطويل للانفجار والتسرب يمكن أن يساعد ذلك في توجيه عملية التنظيف والتدابير الوقائية المستقبلية على المتخصصين تنظيف المنطقة المصابة وتطهير أي معدات أو هياكل أو أرض متأثرة بالأمونيا لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات